عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض بعض ملافات عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأكد مدبولي الدور الوثيق لقطع الاتصالات في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر وضف رئيس الوزراء أنه تم توقيع مذاكرات تفاهم مع سلافين شركة عالمية ومحلية لبناء القدرات الرقمية للشباب الملتحقين بمبادرات أجل مصر الرقمية بالإضافة إلى استضافة مصر ورشة عمل لبناء القدرات بشأن تنفيذ الإطار القرية لسياسة البيانات لدول الاتحاد الإفريقية